وفي كلمته أكد رئيس جامعة الأزهر الشريف محمد المحرصاوي أن تضامن الإنسانية العالمية هو الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة الراهنة بغام واجهة مخاطر التغيرات المناخية والبيئية كما دعا رئيس جامعة الأزهر لتشكيل لجنة العلمية المتخصصة تقوم على صياغة منهج تربوي تعلمي عن مخاطر التغيرات المناخية بأسلوب مبسط يناسب الطلاب في كافة المراحل التعلمية المختلفة مؤكدا استعداد الأزهر الكامل للمشاركة في كافة مراحل هذا المشروع الإنساني المهم إنني أوجه دعوة ونداء إنسانيا من جامعة الأزهر العيقة ومن هذا المؤتمر لكل ضمير حي أن يضعوا مستقبل الأجيال القادمة نصب أعينهم وأن يفكروا في شكل العالم الذي نتركه للأجيال القادمة وأن يبذلوا قصارى جهدهم لاستدامة موارد هذه البيئة التي استخلفنا الله فيها واستأمننا عليها وأمرنا بإعمارها والمحافظة عليها ودفع الضرع عنها كما أدعوكم لتشكيل لجنةٍ علميةٍ متخصصة تقوم على صياغة منهجٍ طربويٍ تعليمي عن مخاطر التغيرات المناخية والبيئية وكيفية مواجهتها والحد منها بأسلوبٍ ميسرٍ يناسب الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة